حياكم الله وأهلاً وسهلاً بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الوطنية نستهلها بأبرز العناوين والعبد العزيز يهجب المعارضة المقاطعة ويقول إنها تتهرب من المحك قادة المتدى في نواذيبو من أجل التحسيس حول مقاطعة رئاسية يونيو انطلاق امتحانات البكالوريا في عموم البلاد والوزارة تنفي خبر تسريبها وفي النشرة أيضاً تتابعون تعليم السياقة كيف تكسب العيش والأخطار جسيمة أهلاً بكم أهلاً بكم هجم المرشح الرئاسي محمد العبد العزيز في مهرجان شعبي لأنصاره في نواذيبو المعارضة المقاطعة قائلاً إنها تتهرب من الوقوف على المحك وتتعلل بحجة وهي وقال العبد العزيز إن إنشاء المستقلة للانتخابات والحوار الذي رفق ذلك لم يقنع المقاطعين مستفهماً عن دواعي مشاركتهم في استحقاقات 92 وتسعمائة وألف وكذا استحقاقات 97 وتسعمائة وألف وألفين وثلاثة حينما خرجوا منهزمين معتقلين في أغلبهم كما اعتبروا العبد العزيز أن سعي المعارضة إلى إفشال الانتخابات سيبوء بالفشل في النهاية ومحملاً إياهم ذات الوقت مغبة ما آل إليه البلد من أوضاع صعبة قال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولدادا بزيارة مفاجئة لرئيس حزب تحالف الشعبي التقدمي والرئيس السابق للجمعية الوطنية مسعود ولب الخير في منزله ونقلت مصادر إعلامية عن ولدادا قوله لولب الخير أن الظروف الحالية لموريتانيا تفرض عليهما جهوداً مضاعفة من التنسيق والتكاتف وتجاوز الخلافات من جهة كشف ولب الخير عن استعداده للدخول في تشاور بين أحزاب المعاهدة والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة من أجل مزيد من العمل المشترك وفي خبر متصل توجه قادة منتدى ديمقراطية والوحدة المعارض إلى مدينة واذيبو من أجل تنظيم نشاطات تعبوية يدعون من خلالها المواطنين إلى الامتناع عن التصويت ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة قادة المنتدى كانوا قد قاموا على مستوى وكشط بجملة من النشاطات كان أبرزها المسيرة التي نظمها المنتدى في الرابع من هذا الشهر واعتبروها حدثاً تاريخياً اتقد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ما قال إن أحزاب المنضوية تحت مسمى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة تعمل عليه من صد أو ما تعمل عليه من صد المواطنين عن الإقبال على مكاتب الاقتراع وقالوا لزيد بيه إن خطوات المنتدى من أجل المقاطعة تدخل في صميم مصادرة رأي المواطنين الموريتانيين وإهانتهم مدنياً وسياسياً وتعبر عن مظهر خطير من مظاهر التصوير الانتخابي كما تنذر بانهيار وشيك لبعض الأحزاب المقاطعة تحت ضغط الانسحابات الجماعية هذا ولواح رئيس حزب الانتحاد ناجي جمهورية بإمكانية اللجوء إلى القوة المدنية لرضع تصرفات المعارضة المقاطعة على حد وصفه التي تتاجر بالمال المشبوه وشراء الضمم نددت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها كل تصرف أو سلوك يمنع الناخب من ممارسة واجب الانتخاب عبر صنادق الاقتراع باعتبارها الغاية الأخيرة من العملية الانتخابية وقال البيان الصادر عن اللجنة إن بعض ممثل المترشحين الرئاسيين قد أبلغها بخصوص عمليات شراء أصوات إلا أنه بغض النظر عن صحة هذه المزاعم فإنها تدين وبشدة مثل تلك التصرفات وفي شان التربوي انطلقت صباح اليوم امتحانات البكالوريا على عموم البلاد ويشارك فيها ما يقارب 41 ألفا و621 طالبا موزعين على 106 مراكز تمثل نسبة البنات من بينهم أكثر من 44% ويأتي تنظيم امتحانات هذه السنة وسط ارتياح من طرف الجهات المعنية بتنظيمها والتي أكدت توفر كل المستلزمات الضرورية لسير العملية وكانت منذ يومين قد صرت شائعات بتسريب امتحانات بكالوريا هذا العام وهو ما نفته المصالح التعليمية المختصة جملة وتفصيلا امتحان تبارك الله ومشار الله وكانت زينة تبارك الله كان على المستوى المطلوبة السيلة وكانت واضحة مشار الله وسهلة تلميدي ما اعتاجه لي الشيء مشار الله ولا تعرضت الموجي مشكلة تبارك الله ايه يا غرا نودوتك واذرات بكالوريا؟ امتحان تبع ربقين وكانت زينة تبارك الله كان غير مستوى المطلوب السيلة وكانت واضحة مشار الله والتي أعتاجه لي الشيء مشار اللهrise تشكل المستوصفات الصحية الدعمة الأولى للعملية الاستشفائية داخل البلد وعلى الرغم من ذلك يعاني جل هذه المستوصفات جملة من المشاكل حدت من قدرته على القيام بالخدمات الموكلة إليه مستوصف تنسويلم الموجود بمقاطعة دار النعيم أحد هذه النقاط الصحية التي تعاني من نقص في البنى التحتية الوطنية زارت هذا المستوصف ووقفت على بعض هذه النواقص وذو ثمانينيات القر الماضي وهذا المستوصف الصغير يستقبل المرضى رغم تباين عللهم إلا أن كثرة الزوار أصبحت ترهق كاهلة فعلى الرغم من بعض التحسينات التي يجريت عليك إنشاء بعض الأقسام التي كان يحتاجها ما زال الكثير مما ينقصه فجارته من مستشفى الشيخ زايد زادت الضغط عليه حتى أصبح مراجعه بالألاف سنويا وضعية استدعت من القائمين على هذه المشاكل الصحية المطالبة بتزويدهم ببعض الأقسام المفقودة وتحسين أخرى موجودة لكنها تشكو نقصا حادا لم تعد معه قادرة على القيام بخدمات مراجعها وعندنا بعض التجهيزات خاصة كي المختبر عنده بعض التجهيزات خاصة طب بالأسنان كرسي الأسنان عنده بعض المشاكل يحتاج للتجديل بالنسبة للأدوية كذلك نقص في بعض الأدوية على مستوى كامك وبالتالي نحن نستخدم للأدوية الأساسية عن طريق جيبوا عن طريق كامل اسم الولادة والمختبر ومركز التغذية والأمراض الصدرية والطب العام والصيدلة هي البنية الاستشفائية التي يتكي عليها مستوصفة النسويل الموجود بمقاطعة دار نعيم إلا أن وجود هذه الأقسام المختلفة تطلب طاقما متكاملا يوجد منه البعض والبعض الآخر من ضمن المفقودات كما أن غياب سيارة الإسعاف وبعض أجهزة الوحص حد من قدرات المسوصف الأكبر في مقاطعة دار نعيم وهذا المركز طبعا في منطقة في آسل من الناس المقاطعة في آسل من الناس وتجيه الناس من جميع نواحي واكشون نتيجة للخدمات التي تقدم فيه تجيه من عرفات ومن توجونين ومن بريمير ومن كل مكان مراجع هذه النقطة الصحية هو أن تباين تاراؤهم حول جودة الخدمة المقدمة إليهم إلا أنها اتحدت في مطالب رأوا أن كمال تلك الخدمة يعود إلى توفيرها وفي أسرع الأوقات في الملاحظ أعلن الأقسام ناقصة سورتو اللي يتعلق بالتشخيص الأولي الاستقبال السبسيون ناقص حتى يقير هون قالوا اللي أنه يلتو تعود فيه صيدلية كبيرة وفيه متأسر في ياسر من الدوية هنا ودمعي جبار فيه سعب ومشاء الله الفحوص المودي هنا مخفضة مودي ومعادل هون الفحوص هنا كان مخفضة العليات هنا المامسة المرأة كنت عندها حالة خاصة والله ومعادل بصاحة مقطع لها كرنة تعود لشي تدوع لها وتعدل فحصها ب2500 فحص الدم وتعدل فحص المودي البول ب2500 ياسر من الأشياء هون مخفضينهم جودة الخدمات الصحية المقدمة في المسوصفات الصغيرة تقف حتما عند عاقبة تحسين الأقسام الموجودة في تلك المسوصفات والتي تستمد هميتها من قربها من المواطن البسيط وإغنائه عن مراجعة المستشفيات المركزية ما قد يخفف الزحمة عليها إلا أن المسوصفة النسويل وإن كان مثالا حيا على ما يحتاجه جل النقاط الصحية داخل الوطن أكثر حظا من بعضها والمريض الزائر له أكثر حظا أيضا إن أخذت تلك النواقص بعين الاعتبار وتم تلافها المختار والزايد لقناة الوطنية نواك شوت أما الآن لنفتح نافذتنا على الاستحقاقات نظمت آسية ساماكي مبادرة باسم الخيار السليم بمقاطعة تفرغزينة تحدثت فيها الداعمة عن مجازات المرشح محمد العبد العزيز وقال التأسية إن إنجازات المرشح محمد العبد العزيز شملت التنمية البشرية والاقتصادية وترسيخ الديمقراطية والحريات الفردية والجماعية فضلا عن صيانتها في عهده الميمون شهدت البلاد تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الممارسات الديمقراطية وتحولت الحريات الفردية والجماعية إلى واقع المعاش أما قطار التنمية فما زال يصول ويجول دون ما توقف بفضل حكمة سيادة الرئيس محمد العبد العزيز مرشح الشباب والأمل لكل الموريتانيين الذي أراد أن تكون البلاد كلها ورشاة عمل من جهتها نظمت عيشت بن ثم حيحم في مقاطعة لكسر مبادرة لدعم المرشح محمد العبد العزيز تحدثت فيها هي الأخرى عما تحقق طوال السنوات الخمس من حكم الرئيس المنتهية ولايته والمرشح الرئاسي محمد العبد العزيز كما دعت فيها المواطنين إلى الإقبال بكثافة يوم الحادي والعشرين من يونيو على صناديق الاقتراع خمسون عاما خمسون عاما الموريتانيين وعاوا مات لحد مقارطة ملا تلكاذب عليهم هذا اللي راعوا فيه يختاروا عن شي من اللقاوي المقيلانهم وقدوا يصرح منها قدوا عدل وقدموا لها والناس اللي واحدة فيها أنا عرفوها كاملين ومجربينها في السنة اللي ماضية كل واحد منهم فات اللي عاد ما حكم الفوق حكم التحت يقال هم هو مول فسد الموريتان ولا حقوا هذه المرحلة اللي هي فيها اللي انتشأ لها منها فقابة الرئيس محمد ولي عبد العزيز هو اللي انتشأ ل الموريتان من ذي الوضعية اللي كانت فيه نختار هنا تجاه نعرفوا علينا يا الله يمرقنا قداش يوم واحد وعشرين وكل واحد منا ما يحاني يقول لا ينحاني لين يبرد النهار ولا ينحاني كذا والله كذا لا يا الله يقوم في السوايع ويقوم ماشي وأدي واجب الانتخاب يعتبر المركز الوطني لعادة التهيل وتركيب الأعضاء من بين المراكز الأكثر حساسية وقربا من حياة الإنسان الموريتاني ذلك أن هذا المركز يقدم خدمات مزدوجة الوظيفة تشمل أصحاب الحوادث والمرضى المقعدين زينب محمد لمي زارة المركز وعدت لنا التقرير التالي نتابع لأن الحياة أبقى من المصائب ولأن عجلتها في دوارة دائم تأسس المركز الوطني لتركيب الأعضاء وإعادة التأهيل ليوم الدبساط الأمل من جديد أمام مورده الذين صفعتهم الحياة بفقدان عضو أو بتعطل آخر ونتيجة لعسيان الحوادث والأمراض على التحديد المكاني والزماني وسعيا لتقريب الخدمة من المعوزين فقد سعى القائمون على المركز إلى فتح ممثليات تنوب عنه في بعض الولايات تقريب ربما منع من تعميمه صعوبة العمل وندرة المتخصصين في هذا المجال نلفت الانتباه إلى شحة المصادر البشرية في هذا المجال والتخصص في هذا المجال حيث لا توجد مدارس متخصصة في شبه المنطقة أساساً بعد حول نحن إلى المغرب والجزائر الفنيين الأثنين اللي عندنا في هذا المجال تم تكوينهم من طرف التعاون الألماني في التوغو وعمرهم الفني تجاوز 26 سنة معناهم تقريباً لأبواب التقاعد ولا فيه شيء في الأفق قريب على كرسي متحرك وعضاء أعياها المرض والتمريض يجلس هذا الشيخ الهرم الذي يعاني من ارتفاع في ضغط الدم أوصله إلى شلل لفظي وبدني هي إذن حالات مرضية وأخرى عرضية يفتح هذا المركز الباب بمصرعيه أمامها أعلى وعسى أن تعود لأصحابها الحياة من جديد أما الآن نتحول بكم إلى جديد الرياضة مع مصطفى النون ضمن المجموعة الخامسة وفي الجولة الأولى من بطلة كيس العالم 2014 قاد النجم الفرنسي كارين بن زمة متخب بلاده للفوز على منافسه الهندرس بنتجة ثلاثة هداف لصفر وسجل بن زمة في دقيقتين الخامسة والأربعين والثانية وسبعين بينما سجل الحارس فالي ديراس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة والأربعين ليكون بذلك أول هدف يحتسب عن طريق الكاميرا في كأس العالم وضمن ذات السياق وفي المجموعة ذاتها تغلب منتخب سويسرا على منتخب الكوادور بهدف قاتل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع لكي تكون نتيجة المباراة إذنين لواحد أما في المجموعة السادسة فقد قاد الساحل الأرجنتيني ليونال ميسي نجم بارشلون الإسباني منتخب بلاده التانغو إلى فوز مذير وشاق على نظيره المنتخب البوسني بهدفا إلى هدف تقدم منتخب الأرجنتين في دائقات الثالثة من المباراة عن طريق الهدف العكسي الذي أحرزه السياد كولازينياك لعب البوسنا في مرمى قبل أن يتمكن ليونال ميسي من توسيع الفارق بإحرازه الهدف الثاني في الدائقات الخامسة والستين بينما سجل ويداد إبشفيتش الهدف الوحيد لمنتخب البوسنا والهرسك في الدائقات الخامسة والثمانين أحرز سان أنتونيو سبيرز لقبه الخامسة بعد فوزيه على مايومي هيت بطل الموسمين الماضيين بمائة واربع نقاط مقابل سبع وثمانين نقطة في المباراة الحاسمة التي وقمت بينهما في الدور النهائي لبطولة الدور الأمريكي للمحترفين في كارت السلة ليتواجب بطلا للأم بيئي وتعلق كاوليونارد في صفوف سان أنتونيو واختير أفضل لاعب في الدور النهائي إذرى تسجيله 22 نقطة مع عشر متابعات وأضافة للفائز كل من مانو جيو بيلي 19 نقطة وباتلي ماينز 17 نقطة وتوني باركر 16 نقطة وتيم دانكان 14 نقطة مع ثمان المتابعات باتت الصربية أرنا إيفانوفيتش على مقربة من المصنفات العشر الأوائل على لائحة التصنيف العالمي الجديد للاعبات المحترفات في كارت المضرب وذلك بتقدمها مرتبتين إذ رفوزها بلقب دورتي برينغهم الإنجليزية وإليكم لا يا حتى المصنفات الأوائل في المركز الأول الأمريكية سيرينيا ويليامز في المركز الثاني الصينية اللينا في المركز الثالث الرومانية سيمونا هالب في المركز الرابع البولندية أنيسكا رادفانسكا في المركز الخامس الروسية ماريا شارابوفا في المركز الساتس التشيكية بيترا كيفوتوفا في المركز السابع الصربية يالينا يانكوفيتش في المركز الثامن البلاروسية فيكتوريا أزارينكا في المركز التاسع الألمانية أنجليك كليبر أما في المركز العاشر في السلوفاكية دومينيكا شيبولكوفا تشهد العاصمة نوكشت طفرة غير مسبوقة لمدارس تعليم السباقة وسط غياب الرقابة من الجهات المعنية ويرى أصحاب هذه المهنة أن عدم سن قوانين واضحة ورادعة هو سبب هذا التسيب الذي تشهده حركة المرور في العاصمة عبد الرحمن وللحكومة زار بعضا من هذه المدارس أي مدارس السياقة وعدب التقرير التالي يمارس بداه للخمهنة تعليم السياقة من لفترات من الزمن ليست بالقصيرة للراغبين فيها لكن حسب الشروط والقوانين المرورية المتعرف عليها على حد قوله ويرى أنه يجب أن لا يمارس هذه المهنة إلا عارف بحيذياتها وخطورتها اللي فيه من السلبيات عنه هون قدر من الفوضاء في الشارع الناس كله يجي فوضوية المهنة يقول أنا نعلم السياقة وأنا عندي مدرسة وهو يعود ما عنده مدرسة الدولة ما هم شرعاله ويقبال يشير خلاقه يقبال فانسيس جديدة والله أليغانس جديدة ويقيم وتعلم الكل هنا يؤكد خطورة هذه المهنة ويؤكد أيضا أن أشخاص لا خبرة لديهم ولا علاقة لهم بقيادة السيارات يعلمون القيادة لكل من هب ودب دون أي تحفظ لكن أمرا هو الأدهى من ذلك وهو تعلم القصر والأطفال الذين لا تجربة لديهم في الحياة ولا يمجزون بين الخطأ من الصواب في هذه المهنة يجرون لسيقار السنة الذين قانونيا لاحق لهم التعامل فيما أعتقد وفي الشوارع لا أرى وكالة رسمية يدخلون إلىها وتعامل نعمها تضمن لهم السلامة تبقى مشكلة تنظيم حركة السير المرورية مطروحة في نواكشوب رغم كثرة الحوادث المتكررة والمتضرر الأكبر هو المواطن الموريتاني البسيط لكن تبقى أيضا مهنة تعليم السياقة لأصحابها ملاذا مؤقتا من صديد الفقر عبد الرحمن الحكومة الوطني ينواكشوب وبهذا التقرير نأتي على نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها والعبد العزيز يهاجم المعارضة المقاطعة ويقول إنها تتهرب من المحك قادة المنتدى في الوذيب من أجل التحسيس حول مقاطعة رئاسية يونيو انطلاق امتحانات الباكالوريا في عموم البلاد والوزارة تنفي خبر تسريبها كما تابعتم أيضا تعليم السياقة كيف تكسب العيش والأخطار جسيبة نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة الوطنية أطيب المنى أطيب المنى